بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير والمحبة وحياكم الله أحبابنا وينما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرى الكويت ومساء جميل جمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة ومع ضيوفنا الكرام وضيفنا الكريم لنمورنا الليلة في هذه الحلقة المميزة بحضور الأمانة اليوم هذه الحلقة وهذه الساعة اللي راح نكون معاكم فيها مع ضيف كريم راح نأخذ النقد ونتعرف على القصائد ونتعرف على الشعر ونسمع القصائد القديمة والحاضرة وآراء الأمانة ورأي النقدي في الشعر وشعراء اليوم والسوشال ميديا والصحافة شعراءنا وضيفنا الكريم اليوم من الشعراء اللي بدأ مشواره الشعري والإعلامي والصحفي منذ عام 1985 ما لابدين كبرة ولكن هو من شبابه وهو يعشق هذا المجال يعتبر ضيفنا الكريم من اللي أسسوا مجلة المختلف وتقلد العديد من المناصب في عدة مجالات شعرية مختلفة ومتنوعة ومتعددة ومن الذين أيضاً ابتازوا في صياغة وكتابة القصيدة النبطية العمية البسيطة وأيضاً لها العديد من المؤلفات والقصائد الشعرية أبرزها كتاب أزمة الشعر النبطي أزمة أزمة الشعر النبطي ومحاولات الحداثة شاعر صعب إن شاء الله نحاول في هذا اللقاء نتعرف على آرائه نبسط مع الأسئلة في البداية وبعدها نجال الله نؤقتكم بالمزيد معظم الكلمة نستطيع أن يعني يروض هذه الكلمة ويقدمها على طبق من ذهب إلى متذوق القصيدة والشعر الحقيقي من وجهة نظره هل يرى اليوم الشعر ما يقدم في الساحة الشعبية هو شعر فعلاً؟ هم مستشعرين؟ اليوم الشعلات لعبت بالقصائد؟ اليوم السوشال ميديا لعبت بالشعر؟ اقتصاص الكلمة والقصيدة من خلال تويتر؟ شل اللي صار بالناس؟ تغيرت ذائقتها وهما طبعاً جيل محاسب أيضاً أنتم كنتوا صحاب صحف وتأخذون الشعراء وتقدمونهم إلى الجمهور يفترض أن هذا الشعر والشعراء وتذوقين الشعر يعني التعلموا وتتلمذوا على يدينكم شل الفلتان اللي حصل اليوم؟ هل نحن نحيش فلتان من الشعر والشعراء والساحة الشعبية؟ ولا فعلاً في انتظام؟ ولا كل واحد راية؟ والجمهور؟ واللي غير تفاصيل كثيرة مع ضيفنا الكريم وهذه الحلقة المميزة بحضوره أنطلق معاه إن شاء الله ما بأطول عليكم الحديث يطول معه مع ضيفنا الكريم قصادة جميلة جداً ونسعد باللقاءنا معه الشعر والإعلامي فهد دوحا الساكرة والخير بعبد العزيز الله يمسيك بالخير بالتركي ومسيك ومسيك ومسي المشاهدين ومسي الأخوة خلف الكنترول جنودنا المجهولين الرائعين الأكيد أن هذه المقدمة هي كبيرة كما هي قدركم عندي صراحة واسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم بإذن الله إن شاء الله دائماً عند حسن الظن وحياك الله معانا إحنا نبيها دردشة وحديث من القلب إلى القلب هذا ما يحدث إن شاء الله ونتحدث بشفافية وإن كان هناك جرح نداوي هذا الجرح من خلال نقاد وناس مثل حضرتكم أمثالك أمثال لهم باع طويل في هذا المجال اليوم وينك عن الساحة الشعبية؟ متواجد لأن السؤال هي وين الساحة نفسها يعني؟ الساحة يتجمع لما تكون مهيئة من خلال مطبوعات أو قنوات أو خلافة تكون حاضرة الساحة اليوم أصبحت الساحة كل شاعر أصبح ساحة كل كاتب أصبح ساحة بمعنى أنه من السهل جداً أن تقوم بخلق قناة أو يعني دخول في اليوتيوب وصناعة قناة تهتم بهذا الشأن فتكون وحدك ساحة كانت زمان مقتصرة على أدبيات معينة أنه مجلات تلزمها يعني كثير من الرؤى والإمكانيات والأسماء التي تديرها لم يعد هذا الأمر موجود بالمناسبة هذا الأمر ليس يعني محزن جميل جداً أن يستطيع المرء في هذه الحياة أن يكون ساحة يستطيع الإنسان أن يقدم هذا النتاج دون أن يعتمد على فهد على أبو تركي على سين على صاد من الناس فبالتالي فبالتالي هذه المسألة مقرونة بإبداع الشخص هذا ما لديك هل بضاعتك بضاعة صالحة أم بضاعة المسجات ترد إليك حشاك طيب إذن أنت في بداية حديث قلت أين هي الساحة وبنفس الوقت قلت هو يصنع الساحة والجمهور هو من غير يعني هل هناك ساحة أم لا توجد ساحة طالما هناك في شعر وطالما هناك في شعراء ومتابعين هناك ساحة لك ليس بالمفهوم التقليدي القديم في المفهوم التقليدي القديم كانت الساحة يعني تخرج مثلاً من خلالنا نفترض من خلال مطبوعتين أو صفحة أو صفحتين شهرات جداً يلازم مباركتكم يعني لازم مباركتكم حتى يقدم إلى الناس صدق أبو تركي مباركتنا إلى حد كبير بما تكون شيء يعني تكليف وليس التشريف بمعنى أن تكون مسؤول عن هذا المكان أو عن هذه الأسماء هذا شيء يضعك في دائرة المسؤولية ودائرة الانتقائية هي دائرة غالباً ما تصيب يعني ببعض الغبش وتصيب بعض الآخرين بإحباطات بمعنى أن تقدر تتخذ مثلاً قرار منطقي جداً في عدم نشر هذه القصائد لأنها غير صالحة حتماً سيكون عليها ردود فعل إنسانية من قبل الشعارة عن نفسهم الأكيد أنه كانت مسؤولية كبرى كان تكليف وليس تشريف وثق لو أنه وجدنا مكان لماذا تقرر أنها تصلح أو لا تصلح تستحق أو لا تستعق دع الجمهور هو من يقرر لماذا هذا الحكرة على الجمهور العفو طبعاً هذا السؤال مهم بس يحتاج إلى توضيح حين تبوأ أو تكون في مكان لا بد أن تكون هناك لديك الخبرة أو القدرة والإمكانيات في أن تعرف الجيد من السيء وحين نقول أنه نعرف الجيد والسيء هذا لا يعني أننا أفضل من الآخرين كل ما في الأمر نحن جئنا قبلهم فعرفنا قبلهم فنقوم بدور يعني ليس هو الدور الذي يجب أن نقوم به بقدر ما اضطررنا أن نقوم به دعني أقول لك أمر إذا سمحت لي أمر مهم جداً هل كان أشعر من العرب في التاريخ أحد في التاريخ جاء جاء في الأثر أن العرب أمة شاعرة لا تترك الشعر حتى تترك بالحنين هنا كان نحن أول أمة في التاريخ البشري وحتى هذا اليوم لها أسواق في الكلام عكاظ مجأس المربط مجن هذه الأسواق المعروفة لكثيرة وإن كان أشارها عند الناس عكاظ ومربط إلا أن يجد بخلاف هذه الأسواق أكثر الأكيد أنه كم كان يحكم على شعراء العرب في هذه الأسواق هل كل المستمعين هل كل العرب يستطيعون التحكيم أم صناجة العرب وإثنين ثلاثة معه وإن أتيحت الفرصة للآخرين تواجدهم قد يكون من الحكام وقد تكون الحكام وكانت لها فيها معينة إذن مقرورة بذائقة سليمة لا خلاف عليها هذا ما كان يحصل أنا أقصد الآن بالمفارغة والمقارنة بنفس الوقت أعني أنه حين نكون في هذا المكان فنحن نستطيع فعلا أن نفرز أبو عبد العزيز أنا أبو عبد العزيز أنا أبو عبد العزيز أما أبو عبد العزيز أنا أبي أتخل معاكم في حضرتك جدال لكن أيضا السؤال يطرح المشاهد لماذا يعني وضعته نفسكم بأنكم أنتم من تقيمون قد يكون هناك ناس آخرين على نفس السياق يستطيع أن يقيم الأفضل وعنده باعه طويل ولكن لم تتاح له الفرصة بأن يكون في سدة المسئولية والقرار يعني ما الاحترام بالتأكيد والتقدير لحضرتكم وما يكيد أنتوا لكم باعكم ولكم مكانتكم هذا لا غبارة عليه ولكن يعني ما السبب ليدعيكم أنتوا من تفلترهم وأنتوا من تمئزون لأن هذا ما حدث تاريخيا هذا ما حدث جاءنا شباب صغار احتضلنا من قبل أديب كبير رحمة الله على روح الأديب الكبير الشاعر سليمان الفليح كنا في صنة صغيرة يعني ما فينا اللي بلغ 19 سنة كنا نجلس مع أدباء الكويت الكبار ونجلس مع شعراء الوطن العربي وأدباءه ونقاده تعلمنا مبكرا المسؤولية كيف كان يجلسنا هذا الرجل الكبير قدرا ومكانة هذا الرجل يجلسنا وكانت قصائده تترجم إلى العالمية في ذاك الوقت وتترجم دووينه إلى اللغات الأجنبية وأنتم أيضا عضيتوا الشخص مكانته وقدره اليوم هذا الشيء موجود أو لمبكول بعد العفوز يستحق أنا لازلت في دندنة السؤال الأول حتى لا أخرج من ثم أجيبك على هذا السؤال يعني حين نتعلم مبكرا هذه المسؤولية وندخل في الصحافة كصحفيين وككتاب ثم تكون لدينا مسؤولية ثق أنه كنا قادرين على فرز الشعر الجيد لذلك إذا تركنا الأمور على العواهنها وتركنا الحبل على الغارب سوف تفسد الذائقة إذن هل اليوم الحبل على الغارب هل الذائقة اليوم فسدت أم هي فاسدة هل نحتاج إلى تحكيم هل نحتاج إلى تقييم هل نحتاج فعلا أن نعلن اليوم الكرتس الأحمر لبعض الشعراء مباشرة منصارحهم في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والوسائل المفتوحة كل هذه الأسئلة إن شاء الله مع ضيفنا الكريم بعد أستاذ فهد يعني في هذه القضية اليوم هل فعلا أن الساحة مستحشة الذائقة بحد ذاته هي اليوم فاسدة أم فسدت بسبب بعض الشعراء يبدو لي أنه بعض الشعراء أو كل الشعراء أقل من أن يفسدوا ذائقة العامة أنا أتكلم أنه أنه في فساد في الذائقة الجمعية العامة سواء في يعني هذا التردي الذي يحدث في في المناحي الحياة الكثيرة نفترض ثقافيا في المسرح في الدراما في الكرة أشياء كثيرة الشعر جزء من هذا يعني من هذا التردي بلا شك إنما كان الشعراء أيضا دور فيما يخصهم بهذا الجزئية بمعنى أنه عليك أن تقود الجمهور إلى حيث تعتقد لا إلى حيث تجدهم يعني ما الحلقة المفقودة لا نحن جيل يعني فيه تسلسل أنتم جيل ورفتم جيل صحيح وقدمتم ما هو يعني منوت مسؤلياتكم اليوم أنت أيضا ورثت جيل يعني اختلف الفكر واختلف الطرح واختلفت الذائقة ومثل ما قاعدت تشوف قاعدت تردي في عدة مجالات مثل ما تفضلت حضرتك إذن في حلقة مفقودة شنو هي بالضبط يا أخي يمكن يعني لكثرة الإجابات التي تزدحم عندي أنا أقول سبحان الله لما أقرأ يعني فقال الله سبحانه وتعالى يا هلذين آمنوا إن أبناءكم وأزوائجكم أدولكم فاحذروهم أنت تقول على التوريث أنا أقول تماما أن يأتي جيل يفترض أن يعني استلم راية يعني ناصعة البياض يفترض أن يؤدي أمانتها يعني والمقصود في تأدي أمانة ليس بهذه الكلمة ضخمة ولا بالكلمة المخيفة قدر ما أن أن يرتقي بنفسه أولا ثم يؤمن بما بما يقدم هل من هل الواجب عليك أن تقاد أنت وتنسحب وفق ما يطلبه المشاهدون ما يطلبه ولا أنت تكون لك نعم عليك أن تتحمل هذا المسؤولية وإن كانت يعني أو نتائج أقل مما يجب غير أنها أبقى اليوم بابد العزيز يحتاجون بعض الشعراء أطني نسبة لكارث أحمر يغادرون الساحة الشعبية فورا العفو يعني لست يعني منصبا للحكم على الآخرين يبدو لي أنه أنت تحكم بالسابق نحكم بتركي طال عمرك كنا والله مؤتمنين على الآن يعني بهذا السؤال الواسع الخطير يعني حين نحكم عن كارث أحمر أنا أقول على كل شعر يراجع نفسه ويجد أنه لم يقدم ما يستحق الافتخار ليس الافتخار بالظهور بالافتخار في قضايا الأمة قضايا الوطن قضايا الإنسان يراجع نفسه ويظهر لأي نفسه هو كارث الأحمر مرت علي من السنين أربعين تعدي يمكن أعتقد أن هذه القصيدة تتماشى مع ما تحدث عنه وهذا الزمن الذي يتقلب كان في الفترات سنوات ويتغير الزمن الآن يمكن ما أبالغ إذا قلت ساعات تتغير أربع شي ساعة تتغير الأعدام صحيح فهذه القصيدة أن أمكن حاضر هذه القصيدة اسمها اللوامة اللوامة النفس اللي أقسم فيها الله سبحانه وتعالى فلا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة هذا اللوامة اسمها اللوامة كون النفس فيها بسم الله مرت علي ربعين من السنين تعدي عدي ذيابة وهي تنهب أشى ليلها ما بين مرن بحلق العمر وبين شهدي تقطع الماب روحي واحتباس سيلها أخطيت واذنبت واسرفت وترخج هدي بينت عدة سنين وهي على خيلها عين على الدرب وعين مقلقها بالجدي أرقب سماي وعيوني لدى تسهيلها أشوف كم خطوة ضاعت وهي تهتدي وشوف كيف اهتدت خطوة على ميلها هيجن الياطرة غالي ورد حدي أعبر فرات اليالي واقف بنيلها ما خفت شي ونال وما بقى في بلدي بلد وسوآتها المفروح قابلها أمد له من عيوني قبل مدت يدي غربان الأعذار تحفر وغنيلها يا عالم بخائنة عيني وما تعتدي يا عالم بخائنة عيني وما تعتدي يا سامعن وسوسة نفسي وباطي لها يا رب وانت العليم اني ومن مولدي وذنوبي اللي تطيش الطيور أبا بي لها منصبها لين ما هدل بي ورسفدي لا وزنة رزاق يشغلني ولا كيلها تعطي بعدلك وفضلك كافر مهتدي سعي العباد مناكبها وتحصيلها ولا تدنس بشهوات الحرام بجسدي لا صارت ديون مني يقدر على شي لها ولا تأديت حرماتك بعرضة جودي وندري بآقبتها قبل لمشي لها ولا أزكي عليك النفس يا سيدي ولا أزكي عليك النفس يا سيدي الكاشف حساك عن فتنة خلاخي لها المرسلة للغوايات برهتها فدي الهادمة كل بيت المطلقة في لها غنيمة الروح يومني أصير حدي أنا سبتكبيرة النجوة وتهليلها أسوق ذنبي عليك وكني أشوف سعدي والنفس الأولى طمعها فيك يا ويلة صحة لسانك صحة لسانك أحسن أحسن أعتقد بكم الجمهور المتابعين وقراء شدلات كثير السيلي وخل نسوها قصاد لكن يعني قام إعلامية مثل سيد فهد دوحان ما أقدر أسألة أسألة كثيرة وأخذ برأي أنه نستشف آرائك النقدية اليوم هل تجد من الشباب في الساحة الشعبية الشعرية في عن طريق السوشال ميديا وغير اليوم اليوم في أسماء كانت في الثمانينات صحي اليوم عندهم يعني ما تقول الشعراء فترة الشباب الثمانينات واليوم متواجدين ناهيك عن القدامة وكذا من الكويت يعني والخليج صحي تقول فيه فلان وفلان وفلان هل تعتقد اليوم في من الشعراء في الساحة الشعبية من سيوثق اسمه في المستقبل خلال الثلاثين عام القادمة أو العشرين عام القادمة يقول والله الشاعر فلان وفلان 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 وفق ما يحدث الآن في الساحة الشعبية الأمانة يا أبو تركي هذه يعني يعني من نوعية السلة يعني كثير صادق وشفافه وتضيق على أمثالي حين تكون مقرونة بأسماء لسبب أنه أنا أعرف أنه في أسماء مذهلة موجودة الآن يعني أنا أتحدث أنا أصدقاء يعني لما أقول لك يعني محرجة تخشى من صعوط اسم لكن لما أتحدث براحة عن لا بذكر أسماء أي عن سين وصاد من الشعراء لا لا يعني أنه هناك أسماء قاعدة تكتب بشكل مذهل يعني في أسماء شبابية أقصد اليوم تراها بأنه فعلا في المستقبل عندما يبلغ من العمر خمسين ستين عام سيوثق أسماء من ضمن الشعراء وقبل ذلك سوف يوثق موجودين في سالة إذا الساحة الشعبية تجدنا في أيدي أمينة يعني اليوم والكلمة الشعرية يعني يبدو لي أنه في حقيقة إنسانية كونية أنه سبق الجمال موجود كل ما في الأمر يقول يعني بيرون شعرين قلت العظيم أنهم ينظرون إلى ما ننظر ولك لا يرون ما نرى حين تركز على هذه يعني يعني على هذه الخاصية على الشعر الجيد سيجد أن هناك شعراء جيدين حين تركز على أحد سترى بعينك بعيدا عن هذا الزحام الإعلامي وعلى قولتهم هذه الإقاعات المرتفعة سوف تجد في الزوايا هناك عازفين مهرة رائعين طيب اليوم ألا تدعنا أن الكلمة تم تسويف هذه الكلمة تبسيط هذه الكلمة ترقيق الكلمة إلى أن فقدت معناها اليوم في الشعر تحديدا أوافق 100% من المسؤول الجمهور المستمع والمتذوق للشعر والذي حاب يسمع الشعر أم الشاعر نفسه من المسؤول عن هذا الغضية والله يا أبو تركي أنا أعتقد تشبه قضية البيضاء والدجاجة إذن صدقا صدقا وأنا يعني أعرف أهمية هذا السؤال الكبير حتى لا أقول أنه لكن المعني إن سألتني من هو المعني أقول الشعراء أكثر هم المعنيين بسبب بيدهم يعني أن يغيروا هذه الذائقة أو يساهموا في تغييرها وإن كانت المكاسب أقل قلت لك فإنها أدوم وأبقى وتأتي يعني ثمارها بعد وقت غير أنهم يستعجلون النتائج صراحة ذكرنا قبل شوي وأرجع عليه هذا السؤال وعبد العزيز إننا في السابق كنتم تجلسون مع الأدباء وتستمعون وتنصتون يعني اليوم هذا الشيء موجود في هذه المجالس موجودة متوفرة أم فعلا محتاجين لإنشاء مثل هذه المجالس وإن كانت ببادرة حكومية أنا أعتقد أنه الكل بحاجة فعلا الكل بحاجة لسبب من يعتقد أنه بنفسه القدرة على القيام بهذا الدور عليه أن لا يبتعد وأن تستفيد من هذه الطاقة الموجودة لديه وبالمقابل هناك شعراء فعلا أنا أقول إذا سمح لي بهذا الكلمة تاهين بمعنى أنهم عندهم نتاج غزير وعندهم موهبة أصيلة غير أنهم لا يجدون أمثلة عليا لهم فيما يرون الآن فبالتالي الكل يبادر بتقليد الآخر عارف أبو تركي إذا سمحتني السيمفونية تقريبا الأوركسترا تقريبا 110 عازفين أنه نشهز واحد تنتهي تماما نعم متى ما شعرنا أننا في أوركسترا واحدة أنه نستقيم تجاه بعض ولا يعني يكون وجودي مناقض لوجودك قدر ما هو عفض لوجودك في تلك اللحظة تماما سوف نقدم سيمفونية عالمية إذن إحنا اليوم الشباب قاعد يجالسون الأدباء ولا هالشيء هذا مفقود أنا نادرا اللي كنتوا تسمونا قبل اليوم موجود نادرا 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 برعاية حكومية مدوح المحسن صالون كل أربعاء صالون أدبي استضاف فيها الشعراء والكتاب وساتذة الجامعيين وإلى ف أنشطة فردية هذه بالضبط أنشطة فردية هذا ما يحدث هذا ما يحدث لكن نحن بحاجة إلى رعاية الدولة جدا 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 سننقوم الحبار مع الحديث المتمنى حضرتك ولكن بعد الفاصل إن شاء الله فاصل مشاهدينا ولكن نعوده ابقوا معنا رفعت عش وبعدها طاحت أشجار زرعت صبح ولا قطفت المصابيح كم يوجعك هذا البحر وانت بحار ما طحت أن مراكبك طاحت البيح رفعت عش رفعت عش وبعدها طاحت أشجار زرعت صبح ولا قطفت المصابيح كم يوجعك هذا البحر وانت بحار ما طحت أن مراكبك طاحت البيح غنيت ما هو منطرب كنت بختار صوتي وبسمع صرختي قبل لا صيح يقرالي إسرارها وبقرالها إسرار من أول ما داخلي لآخر الشيح صحيح كانت واضحة كانت صغار لكنها مثل الرضا والتسابيح الفرق الفرق بين العزم وما بين الأقدار أنك تطيح وكان لا يمكن تطيح الفرق بين العزم وما بين الأقدار أنك تطيح وكان لا يمكن تطيح أنك عجزت تشوف في داخل النار نور وتشوف الثلج في روحك يسيح أنك تشوف أطفال روحك بالسوار ولا قدرت تشوفهم المراجيح أنك تعيش شو ما الخطوات كثار ولك خطوة تنتريك فيها الصحاصيح يا سيدي يا انتنا يمكن كثار كنا ولكن ويح روحك ويا ويح روحي إذا ما رفرف الحلم اشتار ولا عشت هلا في إشارة وتلويح رفعت عش تذكر وبعض الأثمار نسيتها ما كنت بغطيته صحيح صح لسانك صح لسانك حسن اليوم بدأ أهمية الشاعر بأن يكون إحساسه بجميع القضايا هو مهم هذا الأمر للشاعر أم أنت مع الشاعر اللي يتميز فيه خط وفيه لون معين أن يستمر في هذا الخط أم تقول له والله على الشاعر كون يمثل هذا المجتمع أن يتكلم بجميع القضايا سواء كانت قضايا مجتمعية سياسية إقليمية عربية إسلامية هذا سؤال مهم صدقا كأكثر الأسئلة الموجودة ولا غرابة لكن أنا أعتقد أن على الشاعر أن يكون شاعر وحين يعرف مسؤولية أن يكون شاعر فيجد نفسه في كل قضايا التي ذكرته أكثر حين يجد مسؤولية أن يكون شاعر حقيقي شاعر ينتمي إلى الله ثم إلى الناس ثم إلى الوطن ثم إلى قضايا الإنسان أينما كان لو تكرمت أني أسألك هذه الأسئلة بسيطة أبو تركي هل الليتم يحتاج إلى ترجمة؟ هل الفراق؟ هل الحزن؟ هل الوداع؟ هل الإنكسار؟ هل القرق؟ هل الموهد تحتاج إلى ترجمة؟ هي لغة عالمية كذلك الشعر لغة عالمية حين يتأنسن وحين يخاطب الإنسان أينما كان يعني على الشاعر تبني هذا القضايا؟ دون أن يعلنها حين يشعر بمسؤولية الكلمة سوف يشعر بأهمية أن تقال هذا الكلمة في المكان ووقت المناسب أن تبنى هذا الشيء؟ هذه دلالة على ماذا؟ وأن تركها دلالة على ماذا؟ هناك هداف بسيطة دونية في الحياة تقصد بقصيرة المدى وهناك هداف بعيدة حين نجد الشاعر سين صاد من الشعراء ونتذكر أنه من عشرات السنين بل مئات السنوات كيف نتحدث في هذا السياق الشعري ونجده كأنه موجود بيننا اليوم على الأصلة الإنسانية الفلسفية الفكرية ما الذي أبقى هذا الشعر حي؟ ما الذي أحيى هذه القصاعد؟ هي حياة المادة الموجودة داخله يقول مثلا تنبي على سبيل المثال فما حاولت في أرض مقامة ولا أزمعت عن أرض زوالة على قلق كأن الريحة تحتي وجهها جنوبا أو شمالا هذا القلق الشعري الإنساني قلق محفزة أنا أسميها القلق الإيجابي على الشاعر أن يقلق دائما لا أن يتوتر أن يقلق أنه ثمت هناك ما يلوح بالأفق أن القادم أجمل وعليه أن يكون أحد صناع الخيارات المتاحة للناس إذا حتى ينحط اسمه باسم الشعراء يجب أن يكون هذا الفائد الذي ستعود عليه بأنه يكون شاعرية إنسانية بالدرجة الأولى في كل القضايا أظن ذلك أظن ذلك طيب اليوم أغلب الشعراء غزل قاعد يروحون ليش الغزل بالذلك؟ بل في بعض الغزل أحيانا وصل للأسف إلى تعرية المرأة ووصف هذه المرأة يعني أوصاف دقيقة والناس تستمع وتروج لهذه القصيدة فهل تجد أن هذا فعلا لجمال الكلمة في التفصيل أم هو عيب يؤخذ على الشاعر والشعراء ويجب أن يتوقف من ينهج هذا النهج؟ أنا أعتقد أنه من المعيب جدا أن تقال مثل هذا القصائد في أي مكان لسبب إن كنت تستطيع أو لديك القدر أن تقولها في محيط إسرتك فاعلم أن هذا هو القياس الحقيقي إن كانت شيء يستحق يعني الأفتخار به فاعلم أنه كذلك مع الناس أنت الحكم الأول لنفسك وأن يعني يستمر الشاعر ويستحسن قول مثل هذه الأشياء فبالله من المعيب أن تصف امرأتك للآخرين جسدا وشكلا من المعيب جدا والمعيب أكثر أن نروج لهذه الأوصاف إذا ترفض أنت هذا حتما أخلاقيا دون شعريا يا رجل نعم يعني أقصد مو على المستوى الشخصي ولكن ترفض أن الشعراء يقدمون هذه الصورة الغزلية في المرأة بهذا الشكل حتى الاستماع لها لأنها مهينة للمرأة و للشاعر إذن ولكن الغزل التي تتقبلها هي العاطفة دعنا نقول أنه يعني مشكلتنا حشاك يعني والمشاهدين يعني تكمن مشكلتنا في كيفية تناول القضية العاطفية القضية العاطفية يعني قضية إنسانية عظيمة لا تعيب أحد بالأكس تعيبنا الكراهية الحب شيء عظيم جميل يعني حب الأم والأب والوطن الحب كل شيء أشكرك على هذا الكلام الحب كلمة شاملة فعلا قصرت عند البعض حتى تكون بين رجل وأمرأة في أنصاف اليلة لحتما الحب أشمل واعظة من هذا الفضية حتى وإن كان بين يعني بين أثنين أو عاشقين والله مسألة لا تعيب الآن يعني قد يخجل الإنسان من محبته ولكن لا يخجل من كراهيته أرضاء للمجتمعات صحيح هل هذا هو يعني هل هذا المنطق أو القياس السليم حتما لا لكن كيف تناول هذه العاطفة أنا قلت قزلية كلمة شوية يعني تجعلنا أمام يعني كلمة مخيفة في إذن أنت حضرت يعني تفضلت قلت هي كيف مفهومنا إحنا للعاطفة هذا كلام صحيح إذن إحنا كيف نفهم أنت الشاعر كيف تفهم هذه العاطفة كيف مخرجات هذه العاطفة عندك و كيف تكتب عنها أبدا نعم شنو تختارنا من قصائدك اللي تمرونها إحنا يعني معاك في هذا البحر يعني الله يرفع قدرك الهاد هو الجميل بنفس الوقت الله يرفع قدرك أنا دائما يبون قصية المطر و أقول هذه صارت أيقونة يعني لكن خلاص لعظيم الشرفية ما هو بكيفي يوديني عليك المطر و أولح كثر ما تظن إنسان يولح عليك وضحك الحبات هل متصاقطة و أنها مرمثلة و لكن تكسرت بكثرك تبقيك كان المطر ضحكتي تلويحتي بالعذر و أجمل سبب رتب انفاسي علشان أجيك و أقول لك بل الأيامك تعالوا نصهر في داخل الماء كثر ما تقدر و ما عليك تضحك وضحك معاك الطير قصة الشجر و تغمض عيونك و تعقد علي ناظريك و تقول ودي أغيضك يا طوي للعمر و أقول طال العمر فيك و كبر يبتويك الغيض لا صرت ضاميبك و جف النهر في داخلك و الرمل اللي يمياني بغفتيك الغيب هذا الغياب اللي يذبح بالصدر كل العصافير فوق الغصن و يتحتريك و عيد كل التفاصيل الكلام الصور ملامح الأرض وجهي وجهتي تحتديك غلاك شعري جنونيبك ليال السهر ملامحك ملحك أحلامك قفاراحتك صوتك صباحك صباك الممتلي بالزهر تنهيدتك لاخذاك الوجد و ما يحتويك إلا عيوني و هي تلمك و تختصر كل الكلام الملام العذب و رعشة تديك و قرالك الشعر تذكر كيف كان الشعر تعيش به ينفذك يتنفسك يحتويك كأن يحلم كأن العمر أي يمر إلا معاك و عليك إلا معاك و عليك عرفت ليه المطر يهدني هالكثر ضاقت بلياك الأرض و مضقت بالأرض فيك عرفت ليه المطر موحش و ليه نكسر ولا حليك أكثر مدول ولا أقدر أجيك صح لسانك آلمك فقدان أخوك حتما حتما يعني شكثر تفقد اليوم خارج حسبة الكثر بالكم اللي في داخلك يعني الكثر هذه مسألة يعني حتما و هي كثر بالمجاز نقولها لكن تفقد بكثر ما يعني ما بينكم من سنوات و ذاكرة يعني يعني أنت تثق بقدر الله سبحانه وتعالى سبحانه غير أنه تعرض للأشياء و الفقدان لا شك و الفقدان أنا أقول لكم أني ما أفقد يعني ما أفقده أنا أفتقده تفتقده أكثر مني أفقده أنا محاضر في حياتنا بحكاياته و حكاياته إن كتب لك يعني أنك أنت ترى أو قد رأيتها في أحلامك شنو أودك تقوله والله شنو محتاجة تقوله شوف الغريب أني شفت أنا كنت أقول قبل أنه يجمع أنا أظن خاصية الأحلام مندي مونفعة والله صحيح قدر الله سبحانه وتعالى أن يشوف أخوي كان في شكل يعني يعني أنا أؤمن بهذه المسألة يعني شفت في صورة ريحتني لهذه اللحبة شفت في صورة مبهنة أي والله يا أبو تركي صدقا والله فعلمت يعني هو كان رجل يعني كان رجل حتى كان فيه كان مبتسم أنت شنو تقوله أنت لا تأخذني وتروح وترد أنت يعني جميلة دبلوماسيتك و محاولة أعلامية لكن أحاول أن أجاريك في هذه القضية والله يا يوسف أنت شنو أودك تقوله شنو محتاج أنك أنت تقوله اليوم مكانك فارغ كثير يعني رحمة الله عليك لأنه لهذا الحوار بقي ولكن بعد الفاصل فاصل المشاهدين أنا أعودا بقو معنا اليوم أبو عبد العزيز ألا ترى بأن فيه من مجال الشعري أصحاب النقد وأصحاب الكلمة وأصحاب فعلا للمصلحة العامة الشعرية في هذه القضية ابتعدوا نوعا ما شالوا إيدهم ورفعوا إيدهم هل هو يجد بأنه ما فيه تواصل ما بينه وبين الحالة الشعرية الموجودة اليوم ما بين شعراء ومتلقين لهذا الشعر أم هو قرور من هذه الشخصية اللي بلغت ما بلغت يقول أنا وين كنت أقعد مع منو مع فلان وكنت أكتب لي فلان وأقول في هذا المنبر وذاك المنبر اليوم شنو العملية اللي صايرة اليوم وكل واحد يمسك الجهاز ويتكلم مع الاحترام للكل بالتأكيد أو إذا أنا تكلمت عليه يرد عليه رد ما يعرف من الشخص اللي يكلم هل هو قرور في النفس هل هو التكبر هل هو فعلا لا يوجد يعني تواصل فكري ما بين الطرفين لذلك ارتاح الإنسان يعني أنا أبتعد وأن كان هو من أصحاب الحكمة في هذه القضية فكيف تجيب على هذا السؤال لعل جزء من هذه الإجابة هي كل العناصر التي ذكرت كل العناصر التي تتفضلت فيها هي جزء عند البعض لكن أكيد يقول أحد العرب القدماء قال أو الذئب فاستأنست بالذئب إذ عواء وصوت إنسان وكتو أطيره الآن يعني بظني أنه أسلم لروحك ألا تتصادم مع هذا الوقاع اليومية ليس لأنك خير منها بل لأنك لا تستطيع تعيش معها فبالتالي أنا كتبت قبل وقت يعني يعني كلمة قصيرة بتغريدة إنه إنما كلما اقترب الشاعر من نفسه كلما ابتعد عن الآخرين وهذا ليست أقصاء الآخر واقترابة من نفسه جزء من التشلسل الزمني الواجب أعتقد أنه سيحدث أن كل شاعر مخلص أو صادق أنه سيقترب يشعر أن قربه من نفسه هو قرب أيضا للآخرين غير أنه لم يعد مهتم فيما يحدث حولهم الانجتماعات يعني يرى في نفسه هو هل يصلح العطار ما أستاذ الدهر إذن إن جاء سعد فإن سعيدا هلك لم يكن بمقدوره أن يصنع شيء لهذه الناس على الأقل ليكن بمقدوره أن يصنع شيء لنفسه ولا يصاب بهذا يعني الوباء أقدر أسميه أو بهذه اللامبالات وأن يكون مجرد رقم يعز عليه أن تكون يعني أن يكون من الذين يقال فيهم بتركي انحضر لا يعد وانقاب لا يفتقد في حين أنه لا يسعي له هذه المسألة ما الذي في هذا الزلزال ما الذي يمكن أن نصنعه إذن ما ترى أنه زلزال أنا أسألة كثيرة صراحة لكن أريد أن أقفز من نقطة لنقطة وأيضا بسمع قصيد بنفس الوقت العاطفة والغزل ما لها نصيب عندك نصيب الأسد شنو تختارنا من هذا نصيب الأسد اللي تأمرون اللي تأمرون ما يرى الأقبار بختار يعني في أنت حزنك مهو معقول لكن نبيل ليلة الموح الشط من يد المقدرة وين رايح هروبك ذنب مثل الدخيل آمن في بيوته جواجه ما كدره غير مانه وهو يقصر مداهة طويل كل ما صوت الطرق عليه إذعره كان هذه نهايات القلوب الرحيل ما بقى قلب اشتاقه فيه ثمرة كيف تقدر على حمل الفراق الثقيل وانت لا من لبست العبد ما تقدره كيف أجل تلبس قود الغياب وتميل وانت عودك طري واذنها بوك سره كيف تقدر على حمل الفراق الثقيل وانت لا من لبست العقد ما تقدره كيف أجل تلبس عقود الغياب وتميل وانت عودك طري واذنها بوك سره أشهدني على مدن فارق بخيل تكاثر على الغالين وزن شعره وكان عزمت في ذبحي فصبر الجميل أبشر من سبق ذنبك لكن مغفرة لكن إن جيت لا ترجعوا قلبك دليل قول رديت تبني عمري وتعمره قبل قلب غاليك لك ظل وزلال ومقيل يا عسى الله ياتي بك قبل دهجرة صح حرمنا من الغزة بخليها غزل في غزة لضار فقر أنا خير كل قصادك جميلة بالتأكيد اليوم الناس محتاجة شنو بالضبط من الشاعر شنو محتاجين في ظل هذا الوضع اللي قاعد نشوف ولا أنت ترى بأن الوضع وذكرت قبل قليل بأن الوضع مزري في مجالات عديدة مختلفة لكن اليوم في الشعر الناس شنو مطلب منها إذا تبني تقول لها ملاحظة أو نصيحة فهي الدوحان يبقون نصيحة هذه الخبرة وهذه التجربة وهذا النضوج سواء على المستوى الإعلامي على المستوى الشعري على الاحتكاك على المتابع على النظر على المشاهدة تريد أن تقدم نصيحة من القلب إلى القلب من الأخ إلى الأخ من الأخ إلى الأخت إلى الأم إلى الأب إلى المتابعين والمحبين للشعر عارف يا أبو تركي أشكرك لها السؤال شوف أنا يمكن لأني من الناس اللي كنت أعارض النصيحة دائما وأقول النصيحة هي خيبات متتالية يقولها الناصح لنا حتى ندور في فلكه أنا أخذها بالقياس العام اللي أعرفه إنسانيا وفكريا وما عرفت طوال ما قرأت في حياتي أو رأيت أحد تبع النصيحة وفلح لذلك قلت مرة عبرت عن هذه القضية شيء يعني إذا سمحت لي تفضل يقولون طبعا إن كان ماطعك زمانك تطيعها صحيح؟ نعم إن كان ماطعك زمانك تطيعها طيب وإذا ماطعت مثل المجامع الحلم حلمي ورد ربي وسيعه وإدار بشوفه لكن أفرح ونظيح ترويج هذا الانكسار بذريعة الهون أبرك مصطلح فيه ترويح وذريعة العاجز ثوب الخديعة بيروح حرة كيف برضالها البيئة؟ يقول الأحمق ما ينافض طبيعة ونرفض تفسر الذل تطبيع هذا زمان يجي تخالف وبيئة واصرخوا بوجه الناس ماطع ماطع لذلك أنا أقول أن النصيحة تأتي بسياقة إلا إذا لم تطلب منك فقد تكون تطفل منك على الآخرين وإن كانت بمقام صادق غير الآخرين ليسوا باستعداد لسماعها نحن طلبناها منك لا لا هذا شرف لي فيما يخصكم فهذا مننا بعد الله لكم أنا أقول أنه كن شاعر صدقا لا تكون أكثر من الشاعر لا تكون ما يطلبه المستمعون ما يطلبه المتابعون ما يطلبه المغردون كن أنت كن أنت فقط عبر أحد الشعراء الرائعين صديق وروائي الكويت الرائع عبدالرصيس له بيت أنا أقول للآخرين أنه هذا يشبه أيقونة الحكمة في الحياة يقول يا أني يصدق وكتب لي أنا به يا أني يكذب وكتب لي أبونا هذا القضية ملخص ملخص تماما أنا لا أحتاج إلى أكثر من هذه الكلمة يا أني يصدق وكتب لي أنا به يا أني يكذب وكتب لي أبونا أنا أقول لتكونوا صادقين حتى وإن كانت المتائج أقل مما تريدون غير أنها أبقى وأدوم والله نعم اليوم تعلم بأن الوطن لا يزايد على حبه صحيح وإن كان الشخص في أي مجال يعني يترجم حبه لهذا الوطن من خلال عمله في مجاله فيه تخصصه اللي هو يبدع فيه فأنت اليوم كشعراء وحضرتك كشاعر اليوم أبو عبد العزيز نصيب الوطن عندك في ظلم يحاك سواء على الوطن العربي على الخليج العربي على الكويت اليوم ماذا قال دوحان في هذه القضية والله قلت لي يعني ليس بقدر الوطن ولا مقداره لكن من قصيدة لعلها يعني أخذت يعني يعني مكانها بين الناس منها يعني هي طويلة لكن منها نقول نسمعها منها يعني أنا من وين أبدأ الكويت وليسينين أطوال أشيلك مثل ما أشيل أصغر رأيالي وبالمة وتضحك لعيوني من غلاطة رحكة الأطفال وقولي إياك تكبره تبسمني ولا همه أعرف أن الوطن ما هو بحر مالح بعض المالح ولا أحزاب تاكل فيه لحمه تعجز الظمه ولا أعرف أنه موجغرافية مقطوعة الأوصال ولكن درب تاريخه مراجل يحيي الهمة coke قسم بالله ما يستاهل أنه ينحسب رجال لحد ما يشعر أن الأرض عرض مثل أرض امه ويشعر بنتماء الكويت بكل عقل وهبال مثل ما يفتخر كل جدي في خاله وعمه إذا ما شال في عيونه تراب بلاده وما شال صدره كل دره من دره وعاشه تبدو عنه صحيح هذا جزء جزء ما كانت تخضرني أحنا يعني هذا السؤال في محلة غير إن القصيدة طويلة لكن أقصد أنا في الانتماء أنه على الشاعر ديون كثيرة نعم صحيح أحد أهم هذا الدين الوطن الوطن بالتأكيد الوالدين المجتمع الناس اللي نعرف حقوقهم علينا دينيا عارف حين نعرف نسبة هذه الحقوق علينا أن نعرف أنه الشعر جزء من تسيد هذه الدين هل تجد نفسك اليوم أنت مقصر في لقائك مع الجمهور وشو السبب تقصير كلمة يعني نسبية لسبب أنه أنا عن نفسي ما قصرت في قضية أنه أنا ما أردي الدعوة مثلا أستطيع القيام بها مثلا ما قلت لا في موقف أستطيع أن أقول فيه نعم يعني صدقا يعني ما قلت لا وأنا أستطيع أن أقول يعني أن ألبي رغبة يعني أدعى مثلا لبعض الصرارات الجميلة فألبي أمسيات حميمية فألبي لقاءات أتشرف مثل هذا اللقاء فألبي الوقت ليس سريع يعني أنا أسأل الكثير وأنا بقصيدة يعني بالختام لكن لازم أسأل هذا السؤال في الختام الشلالية في الساحة الشعبية الكل يتذمر من الشلالية وتواجز لازم أكون أنا من هذه المجموعة حتى أني أبرز سواء في وسائل الإعلام أو في السوشيال ميديا أو غيرها أو حتى أني أظهر في المنابر الخليجية من صحة تأبير يعني وهناك بعض الدول الخليجية التي تدعم هذا الشعب بشكل كبير وبارز لأمانة فاليوم الشلالية ما زالت موجودة؟ يمكن أنه انتفت من يوم تنوعت وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا إذن تجد من هذا أن تنهار؟ إضافة إلى أني يعني أعلق بعجالة أعلقة الشلالية هناك شلالية إيجابية صدقا نعم شلالية إيجابية بمعنى أنها حين تبرز الجميل فهذه شلالية بغير المفهوم الساعد بالعكس مطلوبة هذه صدقا مطلوبة هي هذا الشلالية ليست كل كلمة شلالية تعني أنها سيئة هناك شلالية واجبة لو لم تكن موجودة لم رأينا الجمال هذا اللي يعنيه غير أنه بوجود الآن يعني قنوات التواصل الاجتماعي بإمكان أي أحد أن لا يعتمد على أحد سوى نفسه والإبداع الذي يعني يمتلكه إن كنت فعلا بضاعة غير بضاعة المسجاه وبضاعة تتقدر أنها بضاعة رائدة وجديرة بالتقديم فتفضل ختاما ماذا يختار لنا فهد دوحان من قصادة أحاول أختار شيء قصير أقول ما هو بدمع اللي تشوفه وتقراه ما هو بدمع اللي تشوفه وتقراه سمه مثل ما وديك أنك تسميه لو تلمسه والله ما تصل قصاه أو تلحقه ما يصل الوقت تالي من يوم حط محجر العين مركاه وأنا تحرى كل ليلة ما ديه أما على غالم بنا بيت فرقاه بيقلب وخلى عن فبوة الهجر فيه أو صاحب هب الزمان ومثرماه وتصابط قدام عينه لياليه ولا على ذنب انت عظمت بلواه أصرخ بوجهه لا ويصرخ عليه أنا جمعة الملح أبشرب وصاياه ومد له عيني علشان أغنيه الدم يرقى لو تحدر للمجراء مثل الدعاء يصعد وهو عند رأي صح حلسانك صح حلسانك أحسن الشاعر والإعلامي فهد الدحاء سعيد جدا وتشرفت بلقائي معاك وسعيد جدا في التعرف عن قرب على هذا الطرح وهذا الفكر اللي متابع يعني بالساق بالتأكيد ولكن نحتاج بين فترة وفترة اللقاءات المثمرة مثل حضرتك ومن أمثالك أمثال بالتأكيد اللي تشرفنا باللقاء معاهم لكن اليوم عن مستوى الشخص سعيد جدا بتواجدي معاك شكرا لقبولك هذه الدعوة وكلمة الختاب عند حضرتك الأكيد أنه منذ بداية اللقاء الجميل الفضل دائما للمتقدم وأنتم تقدمتم بفضلكم علي وكل ما أقوله سيكون في فلك الصدى لصوتكم الجميل أنا شاكر لكم ومقدر وأسأل الله أن يكون وفقنا في بعض ما ظننتم فيه إن شاء الله أنا شاكر ومقدر ومتشرف في هذا اللقاء وفي كل ما رأيتم أنتم تفضلتم علي والفضل بعد الله لكم شكرا لكم العفو العفو بارك الله فيك وشكرا مرة أخرى يعني شاعر وفيلسوف وناقد وآلامي فساعدنا جدا بلقاءنا معاك وساعدنا أيضا بسماعنا لهذه الكلمات سواء كان على مستوى الحديث أو أيضا على مستوى القصاد وشهادتنا فيك مجروحة شكرا لك مرة أخرى شكرا جزيلا الله يحفظك شكرا مشاهدين كانت هذه هي أمسيتنا الشعرية النقدية الفلسفية الشفافة البسيطة الناقدة الحالمة مع ضيفنا الكريم الشاعر والإعلامي فهالدوحان يعني أخذوا اللي تبونه واعتقد ما في شي راح ترمونه لكن يفترض علينا أن نركز فيه مقيل بهذا المجال وأن نطبق على أنفسنا خل الواقع عنك الواقع راح يتغير يتغير نفسك تصبحون على أمن وآمان وصحب الأبدال اتباعك براشد حسن إلى اللقاء